نكمل يا شباب بالفيسيولوجي كيس تمام ونبدأ نقرأ الكيس هاي أبلاي كيس 24 عام تمام هو يعني يعني يعتبر ينجن ايج فلما يجي لك مرض مريض ينجن ايج بحالة رسبيراتري غالبا يعني هي مشكلة جنتيك أو أوتو اميون انترستيشيال نيمونيا لانه غالبا والكورونيك دزيز لا تجي للناس الصغار ولا تيوم كمبلياني في الفيفر هذا يقرأ انه هي نيمونيا الفيفر انترستيشيال نيمونيا لانه في حالة تجربة في هذا الوقت المتحدث لديه قفل وقفل لما يقولك فيفر وقفل معناك غالبا هاي انترستيشيال نيمونيا يعني النيمونيا يعني اللى بتصير بسبب فيروس يعني انترستيشيال نيمونيا يعني عنده الفيفر يعني هاي تقريبا الكاركترستيك فاينن اني تصل قفل وعنده قول وعندة سبيوتم لديه مصرحة أغلق لديه مصرحة 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 و لديه مصرحة في مصرحة لديه استخدام مصرحة مصرحة لتحضر المصرحة لديه استخدام مصرحة مصرحة مكتبات لكن مصرحة مصرحة عند كانت القسومة تتفيذ لأن مصرحة مصرحة بيعالج السمتومات فهم السماء تلية البكتيريا فمجرد ما يوقف و راح ترجع السمتومات لديه مصرحة مصرحة المصرحة مصرحة عن العمل في مصرحة العمل و يدى الكثير من الوصول مع ريسي يتحرك إلى ميزة جديدة مع عزيزه قد تصمي افتاح مئة و اتناعش على سبعين مع انه البلس تبعه عالي فهذا يعني قد تضيح انه البرشور نزل فزاد البلس او زادت التاكيكارديا كريفلكس مشان يحاول يعدل الموضوع بس اساس ان البرشور كان واطي فزيكال ابيي راس انكلود بيلش سنكن فيس وجه شاحب بريثنج باترن از رابد ان شالو مع أكثر ديسنية في الوضع هناك صوت الوضع صوت الوضع و رايلز في الوضع يطلع لك صوت هو صوت الهواء عند يمشي بمية هذا الصوت يسمى رايلز أنا دائما بسمع لما يكون فيه فلوض في البلورا فلما المريض يأخذ نفس الهواء يدخل بيختلط مع الفلوض الموجودة مش بالبلورا فلوض الموجود بالألفريولاي فأنا بسمع صوت الرايلز بالسماعة تبعتي تمام؟ أبر لوب دلتو بركشن دلتو بركشن شوية الفكر ما هي لنغ مش هي مليان ألفريولاي والألفريولاي مفروض مليان هواء فهي حرفيا طبلة فأنا لما أمسك اللنغ تبعت بني آدم وأخبط عليها بأصبعين مفروض أسمع ريزننت أسمع صوت كأني بطبل على طبلة بس لما المريض يكون عنده نومونيا وفلوود وديد تيشو هون فبيصير هون تيشو صار دنس فما بيصير طبلة هي الطبلة بتطلع هوا لأنه فيه هواء بس هون مضلش هوا صار فيه تيشو وصار فيه بس وصار فيه انفلاماتوري اكسيو ديت فأنت خبط 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 كأنك بتخبط على حيطة فبيصموها تمام؟ وأبر رايت لوب يعني هاي تقريبا هاي صارت قصة لوبر نومونيا الموضوع يأكد لي لوبر ولا انترستيشي في الاكس راي بس هون مش عامل لي اكس راي بلس اكسيمتري 90% معناته هاي بوكسيميا تمام؟ تشيست راديوغراف سيجمنتد لوب انفلتريت يعني لوبر نومونيا تمام؟ يعني سيجمنت من اللوب هو الانفلتريت تمام؟ غرام ستين نيوميروس غرام بوزتيف ديبلوكوكاين مع بوليمورفو نيوكلير ليوكوسايت تمام؟ هاي كاركتريستيك للستريب نومو معناته هاده عنده سيمبل كيس لوبر نومونيا لوبر نومونيا ستريب نومو تمام؟ ستريت فورود الكيس هاي ما فيها كلام كثير فبس خلين نشوف الاسئلة على السريع نخش على الاسئلة بعدين في صورة هون وخلينا نشرحها وليش المريض عنده هاي بوكسيميا نفس الصورة اللي استخدمناها ببلمونر يمبولزم عندي هاي ألفيولاس هاي ألفيولاس وهاي ألفيولاس هاي الألفيولاي بفوت الهواه هاي بفوت الهواه والهوا بيفوت مثلا مية وخمسين تقريبا يعني الفاليوز تختلف فبيصير اكسجينيشن فبيقل من مية وخمسين لمية واربعة شوفوا البلد اللي طالع من الألفيولاي تقريبا ضغط الأكسجين فيه مية واربعة والساتشوريشن رح يكون تقريبا تسعة وتسعين بالمية ولكن الالفيولاي اللي فيها اللي فيها اللي فيها بكتيريا ميتة ومش عارف شو هذا اللي بيصير باللوبر نومونيا تمام الهوا اللي بيفوت الها قليل تمام فضغط الأكسجين فيها واطئ كثير بالتالي البلد اللي جاي تمام مش رح يصير الأكسجينيشن فرح يصير تقريبا أربعين فهون فيهايبوكسيميا لما يختلطوا الاثنين مش هون كان تسعة وتسعين بالمية والضغط مية واربعة من الألفيولاي الطبيعية لما يختلط الدم اللي جاي من الألفيولاي الطبيعية مع الدم اللي جاي من الألفيولاي المش طبيعية الميكسجر النهائي اللي راح يروح للليفت فنتركل من ضخل الهارت سبعين بتعملي هايبوكسيميا تمام؟ وهذا نفس السبب ليش البلومونر ايمبوليزم ما كانش فيها هايبوكسيميا لأنه ما كانش جاي ما كانش يعني الألفيولاي الدزيز ما كانش جاي منها بلد فيسل بينما هنا الألفيولاي الدزيز كان جاي فيها بلد فيسل فلما يختلطوا مع الألفيولاي الطبيعي يعطيني هايبوكسيميا او ديكريست ساتوريشن ويحن اللي شفناه بالفايدنكس تبعات المريض اوكي طيب اوكي 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 طيب ليش في كف و ليش في شورتنس و بريث عن غرينش سبيوتم هاي الألفيولاي شو بيصير بالنموني بتيجي بكتيريا هون بكتيريا هون في هون بلد فيسل بلد فيسل تطلع منه منه خلايا المناعة لأنه البكتيريا في الألفيولاي شغلة مش طبيعية بيتخانقوا هون وفي شي بيموت شي وطوكسينز وسيلر دبري وخلايا ميته ونوتروفيلز ميته المعركة فأرض المعركة بيصير فيها فلود بيصير فيها دبري نفس اللي مبين هون الفلود والدبري هاده بيطلع هون و بيروح للبرونكاي والبرونكيول فبيعملهم إريتيشن فلما انتصال عندك إريتيشن بالبرونكاي او بالبرونكيول بتقوح فهذا سبب الكف فاشوف تقوح 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 صعب تفتح تقوح حيبكسي و هايبركابنيا سينترال كيموارسيبتوز يطلب مني لماذا يصبح عندك تكبنية تمام فانت بيقل عندك أوتو و يزيد عندك لأنه مافيش إكسجنج بسبب انه في عندك الاتفنام فونكشنوك ألوي المعركة كيف يعمل و يصبح عندك تكبنية كلام ستريت فورور ليش في عندك غرينش سبيوتم هو شو السبيوتم هو ميوكس اختلط مع الميوكس هاد ليش في ميوكس ما هي الراسبيراتوري تراكت خاصة البرونكاي اي ايريتاشن بصر فيها بتطلع ميوكس هي هيك متعودة اي ايريتاشن بصر فيها بتطلع ميوكس نفس نما انت يجيك دور برد ليش بيزيد الميوكس بالنوز ما هو اي ميوكس من براين لما انت تعمل له ايريتاشن بيطلع لك ميوكس تمام فنفس ما انت عندك ميوكس كثير بالنوز لما بيجي لك دور برد عادي البرونكاي كمان بيطلع ميوكس كثير الميوكس الكثير هذا بيختلط بالفلود دبري تبع الدد نيوتروفيلز وتبع التوكسنز تبع البكتيريا وتبع الحفلة هاي كلها فيتحول لونه الى اخضر غامق او غرينش ميوكس نشوف اشدو اميون رسبونس اغانس بكتيري او كان خلص يكون زيادة قوت البكتيرياء غامق الميوكس يوم التوكسنز تبع البكتيريا هاي كله صحي ليموتو الى التوكسنز تبع البكتيريا او كتبتلو تبع structure او كتبتلو ال Biraz سيتوكاينز وليش سيتوكاينز تعمل لي فيه فور يعني هي معلومة كثير سمبل الذكرة انو انا كجسم الانسان بعرف انو البكتيريا ما بتتحمل الحرارة يعني البكتيريا بتحب تعيش عند درجة حرارة 37% تمام سيليزيوس فكان من الذكاء تبع المناعة تبعي انو شوية السيتوكاينز اللي بيطلعوا اثناء الانفلميشن والانفلميشن ما بيصر الا ما يكون غالبا في سبب بكتيريا شو بيسوي السيتوكاينز بيروحوا على على الشو بيسموهم الهايبوثلمس تمام الهايبوثلمس مضبوطة درجة الحرارة على 37% تمام بيغيروا درجة الحرارة او بيرفعوا لي من 37% الى 40% فالجسم بيرفع الحرارة بمحاولة ان يضايق البكتيريا فهاي هي سبب الفيفر تمام تمام داد نيوتروفيلز ريليس سيتوكاينز ويوكوتراينز ويش كوز ريسيطنج الهيبوثلمس في الهايبوثلمس في الهايبوثلمس فلما يصير يعني السنتر محطوط على 40% وانت حرارتك 37% الجسم ريح حس انه حرارتك واطية فببليش بالهيت جينيريشن ميكانيزم يرفعلك حرارتك الى 40% تمام تمام فيفر تمام وتشيلز بترجف تمام ليش بترجف انت لما بترجف بتحرك العضلات في العرضات بتروديوس حرارة لماذا يشعر الإقصال ما يحرر الإقصال إقصال العنوي على الجسم نفس القصة يأخذ أن يقص البيض يجب ولكن الترجف فتصل على حرارة قناة قناة قد ترجف عشر قد ترجف قد ترجف انكريس رسباروترايت التكبنية واضحة ما اسمه فازو دايلاتيشن ليش تعمل فازو دايلاتيشن شو اسمه لانه انت بالانفلاميشن مشان تعمل النيوتروفيز يطلع من البلد ويروح لالتشو فبيعملوني جنرلايز فازو دايلاتيشن خاصة انهم جسم غريب بيشبه حتى الالرجيك فبيسكوا عندي جنرلايز فازو دايلاتيشن خلما فيه فازو دايلاتيشن عالي انتو الضغط بيوته شوي كان الضغط فعلا شوي واطي فالدم اللي بيروح للفيس قليل فبين الوجه شاحب لانه اللي بيعطي الوجه لونه هو الحمار تبع الدم ليش عنده شاله رابط بريثنج ماهو ما عندوش اكسشينج كويس لانه ما عندوش هوا داخل كويس ما عندوش سرفس اريا كويسة وعندو الفيولاي مليانة فلود فبالتالي بيزيد الهايبوكسيا والهايباركابنية وهذا بيشغل كيمورسيبترز بزويد الرسباراتيشن دايلاتيشن دايلاتيشن نفس الفكرة ما هي النومونيا وارد جدا شوية البكتيريا وشوية الإكسيوديت هذا يوصل للبلورا فالبلورا ما بتصير حساسة بتصير سينستفل البين خاصة البرايتة فانت لما تيجي تاخد ديب بريث تتوسع البلورا او بتشد السريتش البلور اللي هي اصلا حساسة ودمج وفيها انفلاميشن فبيصر عندك بلين بيسموا البين هذا بلوريسي وغير انو الكميكال ميدييتر تبعت الانفلاميشن في شغلات اسمها من البراديكاينين تمام بتطلع خلال الانفلاميشن بتسبب لي بيسموا لماذا يوجد صوت الانفلاميشن اتوقع انا شرحت الموضوع هذا ليش في صوت الانفلاميشن صوت الانفلاميشن لانو فيه فلويد بالالفولاي فبيعطيني ريل لانو فيه تشو او هاي دنستي فما فيش ريزنس وهم فسرها كلها انو بريزنس انفلاميشن في الالفولاي ممكن ان تفصل له اكثر تمام انا محبين انو انت فهمان تتعلم إضافات التجربة الإضافات في SLP2 في SLP2 لا يحكر البطخور ويضع المغرب الوضعي ويضع المغرب الوضع هذا يكلم بمثل مبكة ما ستظهر ستظهر المثل إذا كانت مغرب الوضع تمام لو نعملنا الوضع المثل كيف تظهر المثل التعامل المثل هذا تقريبا عنده ستريب نوف تعطيه خاصة سيف ترياكزون وتعطيه شوية وتعطيه شوية مانجمينت للسيمتوم وبس رست وفلود وخافضة حرارة شكرا